الإنسان عندما يكون مريض يقلب على طبيب الكفأة طبيب المعقول طبيب الذي يشاهدون له الناس بالكفاءة والأخلاق والمعقول هذا كل شيء جيد وعندما يعرف الإنسان هذا الطبيب و يتقفيه و يتقع عمياء هذه المسألة يجعل الإنسان للحفاظ على الجسم للحفاظ على بدن ولكن للحفاظ على الدين و ماذا تقلب على العالم الوارع الذين يقولون أن هذه المسألة ستحرم الريبة ستحرم لا تقلب على شيء واحد لكي يجعل لك رخصة لكي تأخذ القرض الريباوي لماذا في الدنيا تتعامل و تقلب على الطبيب الذين يشاهدون له الكفاءة و في الدين الذي يشاهدون له الكفاءة و أغلى من الجسم و أغلى من البدن هذه المسألة المسألة الثانية لك الإنسان عندما يعرف غيره طبيب معقول و طبيب الكفاء و يتقفيه كيف لا يتقوش في الله عز وجل الذي هو الذي خلقنا الذي هو الذي رزقنا و نحن ما زال في البطون ل الأمهات و ما يتقو في بشر و لا يتقوش في خالق البشر الذي هو الله عز وجل فهذه المسألة جد مهمة خاصة الإنسان يعاود يراجع لحسابة دياله و يعاود يفكر مزيان ركي في مكة تريد تحافظ على الجسد ديالك و تحافظ على البدن ديالك و على الصحة ديالك تحافظ على صحة الدين ديالك لأنك أنت يوم القيامة الدين ديالك و الذي سينفعك الدين ديالك و الذي سينفعك فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا و أن يزيدنا علما إنه ديالك القدر عليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد